السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الرحمن معكم اليوم معنا فورزا هورايزون الجزء الخامس على الاكس بوكس سيريس اكس هاللعبة حلوة ولا وحشة ايه اعدادات اللعبة واداء اللعبة على الاكس بوكس سيريس اكس ده اللي هنتكلم فيه اليوم وهاللعبة انا بنصح بيها وبنصح هي لعبة كده كده يا جماعة موجودة على الجيم باس من اول يوم نزلت على الجيم باس في العقبة الوحيدة في اللعبة انك بس تنزلها لانها ميك جيجا حجمها كبير جدا جدا عملاق زي ريد ريدمشن الجزء الثاني فالانصح انك تحملها ده اللي نتكلم فيه اللعبة ما بدأي انا اقوى ما فتحتها يا جماعة اللعبة من اجمل الالعاب اللعبة بتاع الاكس بوكس سيريس اكس اللعبة شكلا والجرافك خرافي جدا جدا والبداية بتاعت اللعبة يا جماعة البداية حماسية جدا جدا والبداية جميلة والعباب بتنزل من الطائرات وشغل اكشن ده وشغل عالي يعني شغل عالي واللعبة كانت البداية بتاعتها حلوة فنخش في موضوع ايه اداء اللعبة على الاكس بوكس سيريس اكس مبدأيا كده نخش كده نروح الادادات نروح الفيديو هتلاقي فيه كواليتي وهتلاقي فيه بيرفورمانس اللي احنا عليه دلوقتي وللعبة بتبقى عليه انت اوما بتنزلها بيبقى كواليتي ايه الكواليتي ده؟ الكواليتي ده بيبقى عبارة بيبقى عبارة عن 4K 30FPS لكن باعلى اعدادات بيكون باعدادات عالية جدا جدا والتأثيرات نفسها بتاعت الجرافيك بتكون اعلى زي ايه مثلا؟ زي الدخان مثلا الدخان وانت مثلا بتفرمل بالعربية هتلاقي الدخان بيكون عالي كده وبتلاقي دخان كده كتير وانت بتفرمل او الرملة مثلا كلام ده هتلاقيه عالية مثلا وبرضو حاجة تانية هتلاحظها في الاعداد ده ان مفيش باب ان الباب ان ده الباب ان ده بيبقى لما انت بتبقى مثلا بتلعب لعبة وبيكون في مناطق بعيدة انت لما بتيجي تقرب منها بتظهر فجأة ده الباب ان انما الاعداد ده الكواليتي ده مفهوش باب ان كل حاجة زي ما انتم شايفين جميعا بعيد ظهرة مفيش حاجة بتظهر فجأة كده مفيش حاجة بتختفي فجأة مفيش الكلام ده خالص يعني فده كانت حاجة جميلة قوي قوي انا في السوق قوي حش قوي وفي العاب السباق مش كويس يا جماعة في ايه زرون يعني برضو برضو نفس يلا نعدي ايه خلاص فده بالنسبة للكواليتي نفرمل كده وريكوا الفرمالك مثلا كده معاليش بقى ده بزبق اي كلام اهو اهو زي ما انتم شايفين يا جماعة زي شايفين الدخان ده ده بيبقى موجود اكتر في الكواليتي ده بالنسبة للكواليتي وده والجرافيك بتاعه خرافي يعني انت بتلعب اللعبة على تلفزيون 4K حاجة كأنها حقيقية يعني حاجة خرافية ده بالنسبة للكواليتي نروح بقى للبرفورمانس ونشوف بقى البرفورمانس عامل ازاي نعيد السباق تاني عشان البرفورمانس بقى يا جماعة بيبقى برضو 4K يعني مش بينزلوا جرافيك زي مثلا علعاب تانية وشركات تانية بتنزل جرافيك لا 4K برضو لكن بيكون باعدادات مختلفة الاعدادات بقى بتنزل شوية ما بتبقاش عالية زي الكواليتي وبيبقى فيه بوب ان بتلاقي مثلا مناطق من بعيد كده بتلاقي مناطق بتظهر لك فجأة وبتلاقي برضو تأثيرات الدخان دي لما بتفورمانس بتبقاش موجودة قوي زي الكواليتي فانا بنصح بايه باختصار بنصح يا جماعة انك تلعب بالكواليتي اه هو 30FPS لكن اللعبة نفسها انا لما لابتع على 60FPS مش عارف حاسب بإحساس غريب كده 60FPS ده بيكون مع الألعاب القتلية الألعاب الانلاين وكده لكن اللعبة دي 30FPS تحسن انت بتفرج على فيلم سينمائي تحسن انت تجربة سينمائية كده يعني و30FPS قوية ثابتة ما بتنزلش عن 30 حتى ان ديجة الفاوندري كانت عملت اختبار للFPS بتاع اللعبة ثابتة 100% 30FPS ما بتنزلش عن 30FPS فانا بنصح بالكواليتي انصحك تلعب بالكواليتي ده بالنسبة لأداء اللعبة على الاكس بوك سيريس اكس أداء ممتاز أداء جميل جدا جدا أبدعوا فيه نخش بقى في اللعبة نفسها هل أنا بحب فورزة هورايزون مبدئيا كده يا جماعة فورزة هورايزون من أفضل ألعاب السباقات أنا مش هقولن هي أفضل واحدة ليه مش هقولن هي أفضل واحدة لأن فيه لعبة السباق معينة وده بقى يا جماعة اللي أنا عايزكم أشوف هتعرفوها فيه لعبة السباق معينة هي من زمان شوية هي أفضل لعبة السباق بالنسبة لي وإن شاء الله هنزل معناها مراجعة دي أكتر لعبة أنا بحبها أنا هشوف كده في التعليقات هتعرفوها فورزة تاني واحدة على طول بعدها فورزة أنا بحبها تاني واحدة على طول ليه بقى بحبها وليه اللعبة خرافية وغير باي ألعاب السباقات كلها حتى لعبة المفضلة بتاعتي هي غيرها شوية أول حاجة هتلاحظها وانت بتلعب فورزة موضوع العالم المفتوح انت بتلاقي معظم ألعاب السباقات خش سباق خلص السباق خش اللي بعده التالت الرابع مفيش لو أنك تتجول كده وتمشي حوالين العالم فدي تجربة فريدة مش هتلاقيها نادرة في ألعاب السباقات إلا فورزة وكده ووردو الجزء الرابع كان فيه كده وكانت إنجلترا هنا بقى المكسيك والمكسيك يعني أنا شايف أن هي أحلى من إنجلترا من ناحية اللعبة لأن المكسيك المناطق اللي فيها بتققى مختلفة شوية إنجلترا في الجزء الرابع كانت شوية خضرة ومدن وبس خضرة ومدن وبس الحاجة اللي كان بتختلف هو الجو ساعات تلاقي مثلا جليد تلاقي عجات زي كده إنما هنا تلاقي صحرة وتلاقي عاصفة رملية تلاقي مثلا منطقة على البحر تلاقي حاجة جميلة جدا جدا الحتة دي أنا دايما بخرف فيها نبطق بقى شوية قلتلك يا جماعة أنا وحش في ألعب السبات مش كويس أقوى في ألعب السبات أنا التاسع ما شاء الله عليه يعني برضو فوقتها فدي أول حاجة موضوع العالم مفتوح شغل وقايا يعني شغل خرافي وقايا مصورين المكسيك يعني الكلام ده مش مثلا خيال أو كده لا العالم اللي احنا فيه ده عالم حقيقي مصورينه في الحقيقة جماعة فأنت ممكن تمشي العربية كده ما تخش أي سباقات تفضل تلف بالعربية كده يمين وشمال عشان تشوف العالم عمل إزاي وجمال العالم فده بالنسبة للعالم المفتوح تاني حاجة الونلاين بتعلابة الونلاين بتعلابة ممتع هو بس بيكون فيه انتوا عارفين بقى الونلاين يعني الواحد ممكن أعصابه تروح كده مثلا لو خسر أو كده لكن أنا بصراحة بفضل العالم المفتوح نفسه بتعلابة من غير الونلاين مش بحب الونلاين بتعلابة قوي لكن العالم نفسه والسبقات نفسها طبعا حاجة حلوة هنا برضو إن اللعبة مش كلها سبقات مش كلها سبقات بيبقى فيه حاجات تانية يبقى فيه مثلا يعني كان فيه انت بتصور مثلا فيلم فالفيلم اللي انت بتصوره ده انت محتاج بقى تعمل نطة معينة عشان المخرج يشوفك مثلا فاسد البيت دي هاللي فاسد كلهم نفسين نفس لابسين نفس الحاجة نروح بقى العالم بقى نفسه تجول شوي شايفين يا جماعة العالم عامل ازاي بصوا الجرافيك عامل ازاي والHDR طبعا في اللعبة خرافي الHDR خرافي في اللعبة حاجة تانية برضو حلوة إنه هو بيديك كامل الحرية في العربية يعني يخليك تكتب النمر بتاعت العربية تبقى عاملة ازاي زي ما انتوا شايفين كده أنا كاتب عبدو بص يبص بقى كبير بقى زي ما انتم شايفين يا كاتب كده عبدو بص وبردو انت بتاعت عربية زي ما انت يا نهرابياد بصوا البحر بصوا العالم عامل ازاي يا نهرابياد دي مثلا حاجة متناوعة من الحاجات المتناوعة التانية أنا أومر راجل حتة دي ميت رامي ادهوس فيو حادث مرامي مفروض ان نقابله فحاجة جميلة يعني كل حاجة بيديك على نقط النطة وبردو الاعدادات نفسها بتاعت اللعبة كتير بيديك صعوبة السباء اللي انت بتبقى عايز تسابق فيه بيقى عامل ازاي بيديك يعني شايفين راملة يا جماعة ده برضو من الحاجات اللي زي ما قلت لكم على بتاعت الكواليتي بيديك ان انت مسلا عايز تطفي جي بي اس عايز تطفي الراديو عايز تطفي اي حاجة انت عايز تعملها انت بتعملها زي ما انتو شايفين انا شايل خريطة مفروض بيقى فيه خريطة كده وبيقى فيها عدد انا شايلهم عشان ابقى شايف اللعبة كده وقاية اكتر وكتر فدي حاجة جميلة بيديك كامل واردو حاجة حلوة زي ما انتو شايفين موضوع المنظور الشخص الاول ان انت في اي وقت عايز تلعب منظور الشخص الاول بتنقل على طول وبس بتلعب منظور الشخص الاول زي ما انت عايز وبتشوف بقى يعني الواقعية بصوا الواقعية عاملة ازاي السرعة قدامك السرعة يعني حاجة واقعية يا جماعة حاجة واقعية وجميلة جدا جدا يعني فاللعبة اكيد مليون في المية بانصح بيها مليون في المية بانصح بيها وانصحك انك تحملها انا اول ما نزلت انا قلت يلا فداكل 100 جيجا فرزة قمت منزلها على طول تستاهل فرزة وممتعة جدا جدا واكيد مش هتندم انك تحملها اشترك في الجيم باس وحملها على طول سواء على البي سي او على الاكس بوكس ريس اكس او اس وبس هي موجودة على الاكس بوكس وان برضو ايه تقريبا هي موجودة على الاكس بوكس وان وبس كده يا جماعة كده وصلنا لهاية المقطع يا جماعة واشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه عايزكم بقى تحذروا اللعبة كده تقولوا ايه اللعبة العربيات المفضلة اللي انا ان شاء الله هنزل عنها مراكعة اللي انا بفضلها عن فرزة وعن بقية اللعبة العربيات يا جماعة اشوفكم على خير